الموجود في الجزائر موجود في الدول الأخرى الفرق اليوم السينيغال عندما تحدث هارس كيرمان أنا أعود إلى الشقة الثانية من سؤالك عندما تحدث هارس كيرمان وقال أنك منذ عشر سنوات يعني السينيغال التقنيين أتوا إلى الجزائر ليأخذوا يعني طريقة عمل الجزائر أنا متأكد لم يقول هارس كيرمان عندما أتى السينيغاليين إلى الجزائر ليأخذوا تجربة جزائرية وجدوا الصراب ماذا يجد السينيغاليين في الجزائر حتى يأخذونا من التجربة الجزائرية لم ولم يجدوا شيء بهذا المواطع ولا شيء سوف يجدون الخراب إذا أردت أن تتحدث على الخراب كتجربة يستطيع السينيغاليين أن يأخذونا الخراب في التكوين في الجزائر ونصدره إلى السينيغال ماذا يجدون؟ يجدون الشبال ليس لديهم لا بدلات رياضية ولا كرات ولا مؤطرين مكونين ولا مؤطرين علميين لا يجدوا أي شيء ماذا يجد السينيغالي في الجزائر حتى يأخذ كتجربة؟ لنقول الحقيقة لا يجد لا السينيغالي ولا غيره في الجزائر أي شيء السينيغالي بدأ يكون بفضل المدارس الفرنسية التي استطفلت في السينيغال بدليل أنه آخر دورة للشان ورمنا نذكر جينيراسيون عندما أزدر السطار على الشان نحن ذهبنا إلى منازلنا تباكين على تضييع هذه الكأس وكأنها هدف في الوقت السينيغاليين صدروا بعد الشان ثلاث لعبين يعني بالمرة إلى ستراسبورج مات مات عفوا إلى مات لذلك هذا هو الاستثمار وهذا هو الشغل وهذا هو العمل وتخيل معي للذين يتحدثون اليوم على بالباضي والمونديال وسقوط ورقة كأس إفريقيا في الدور الأول السينيغاليين لا يمتلكون إلى أليو سيسي فقط السينيغاليين فازوا بكأس إفريقيا بعدما وصلوا إلى النهائي في دورة مصر ثم فازوا بالدورة ثم ذهبوا إلى المونديال لم يتوقف عند هذا الحد ولم يتوقف ولم يوقفوا مشروع على السينيغال عند أليو سيسي قالوا بين أليو سيسي وبالماضي ذهب السينيغاليين أتوا إلى ورقة جزائر رفعوا الشان بعد الشان صدروا لعبين إلى beyond بعد أوروبا ذهبوا إلى مصر رفعوا الدورة في مصر واليوم واليوم يتطلعون لرفع هذه الكأس لنقول الحقيقة السينيغال هناك شغل هناك عمل يعني قاعدية في هذا البلد نحن لم نقم بهذا العمل لم نفكر بهذا العمل تخيل يا عمد ونحن نتحدث على هذا على الفئات السنية يعني الصغيرة تخيل عملية المعاينة لم نقم بها إلى حد الآن لننطلق في أي مشروع علينا أن نعاين أولا يجب أن نضع يعني كل المعطيات ونقول بأننا متأخرين بمئة سنة متأخرين بألف سنة متأخرين بمليار سنة متأخرين بشهر بساعة من العمل نحن لم نقم أصلا بهذه المعاينة ونتحدث على التكوين قبل التكوين علينا أن نعاين علينا أن نضع مرآة ونقول نحن وغير موجودين نحن لسنا أهل للتكوين بهذه المعطيات نحن لا نمتلك أي شيء حتى نكوين نحن لم نضع الرجل المناسب في المكان المناسب مثل ما قال حسين لذلك إذا أن ننطلق في عملية المعاينة ونستخلص الدروس ونقول أين نحن من الأفارقة ولا أقول أوروبيين أين نحن اليوم من السينيغال أين نحن اليوم من نيجيريا أين نحن اليوم من مصر أين نحن اليوم من الكاميرون نحن وغير موجودين كيف تريدون يعني في عشية كل دورة أن تطالبوا رزق رمال برفع الكأس وولد عليه بالتآهل إلى لا 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 نستطيع أن نذهب بهذا المعطة نحن نقوم بعملية البريكوراج نحن نقوم بإيهام أنفسنا بأننا نشتغل لأن الذي يشتغل مع هذه الفئة لا ينطلق منذ سنتين ينطلق منذ عشر سنوات مقارب الاستخدام